قبل ما نبلش الفيديو اذا اعجبكم الفيديو يارا تساولي لايك وتشتركون بالقناة اذا كنتم مشتركين وتفعلون زر الجرس حتى يجيكم اشعار من انزل الفيديو الجديد ونبلش الفيديو الطاقة العامة لبرج الثور برج الثور الطاقة العامة قراءتك كله كانت غريبة برج الثور بالفترة حالي طاقتك العامة متركزة على علاقة ثلاثية ممكن برج الثور تكون انت داخل علاقة ثلاثية او ممكن شريكك راح تكتشف عن وجود طرف ثالث بالعلاقة اللي بيناتكم برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك نوع من الهدوء الصمت الترقب برج الثور بالفترة الحالية دا شوف عندك الحدث عالي عندك طاقة شكوك اتجاه الشريك اللي انت موجود وياه اذا ما كانت انت صاحب العلاقة الثلاثية وكان شريكك هو صاحب العلاقة الثلاثية البعض من البرج الثور دا اشوف باخر فترة انتو مكتشفين طرف ثالث او انتو طالعين من علاقة اكتشفتوا انه هي كانت ثلاثية وممكن انتو تكونوا عندكم علم انه العلاقة الثلاثية وانتو جنتوا مستمرين بها فقررتوا انه اطلعون من هاي العلاقة تتخذون قرار انه تنهوها خلي نبلش خدنا نظرة سريعة على الطاقة خلي نبلش القراءة العملية حاليا العمل والمادة والصحة وبعدها يكون تركز اكثر على القراءة العاطفية على الصعيد المالي والمهني برج الثور دا اشوف عدكم سفر بهذه الفترة شنتو انتو منتظرين سفر دا اشوف اكو سفر بهاي الفترة راح يصير وياكم اكو مبلغ مالي صار لكم فترة منتظرينة او قاعد تشتغلون حتى تحصلونا دا اشوف هذا المبلغ المالي راح يجيكم بالفترة الجاي لبعض منكم هذا المبلغ المالي ممكن يكون من شخص خارج القطر شخص بعيد عنكم راح يقدم لكم مساعدة شخص مسافر ممكن يتزير لكم مبلغ مالي او مساعدة على الصعيد العملي والمهني دا اشوفك قاعد اتحس بالفترة الحالية بنوع من الملل والروتين من العمل اللي انتا قاعد تعمله انو دا تحس ماكو تجدد بالعمل وماكو تقدم والوضع مثل ما هو البعض منكم ممكن يكون عملك في تراجع البعض الثاني دا اشوف دا يفكر انو ينفي ترك العمل اللي هو موجود به حاليا ويلجأ العمل جديد بس هو ما اخذ فترة بهاي الفترة يريد يحاول انو يضبط اموره بالفترة الجاية ويلقى العمل المناسب وبعدها ياخذ الخطوة البعض منكم دا اشوف عنده طاقة شوية خوف مخاوف انه هو ما يترك العمل اللي هو موجود به ما يريد يتسرع دا يحاول انو يتخذ الامور شوية بروية بهاي الفترة بس دا اشوف اكو لك انتقالة بعملك بالفترة الحالية البعض منكم ممكن ينفصل او يترك شراكة عمل اكتشف انو هي مو مجدية اللي الا وما بيها نفع شراكة بالعمل ممكن تكون انت وبعد وياك شخص شريك دا اشوف انو ما بيناتكم تفاهم انت وهذا الشريك ممكن يكون هذا الشريك عند نوع من الكذب لوعود الكاذبة او التلاعب او انه هو ما قاعد ينطيك تعبك اللي انت تستحقه ممكن هذا الشخص يكون من نوع اللي ينطيك وعد انو بعد فترة راح يجيك كذا مبلغ اوان ينطيك كذا مبلغ والمبلغ هذا ما يوصلك بالوعد اللي هو قال عنده طاقة تأخيرات وطاقة شوية مكر وتلاعب الشركة اللي موجوده اياك فدا اشوف انو على الصعيد العملية ممكن البعض منكم يفض شراكة صار لفترة بها ممكن تكون ثلاث سنوات ممكن تكون اقل او ثلاثة شهر هذه الشراكة اللي راح تفضها راح يكون اه فضتها دا اشوف خير لك لانو انت لما اشوف انو اكو خبر راح يوصلك بخصوص هذا الشريك اللي انت موجوده يا بالعمل وراح يصير الاتصال انو راح تقطع الشراكة اللي موجودة بيناتكم وتنهيها وتبلش تدور عمل جديد البعض منكم برج الثردة اشوف اكو فرصة عمل جايتكم بس شوية رادلها صبر بها صبر او ممكن انتو تكونون صار لكم فترة طويلة صابرين وهذه الفترة ما للعمل يعني الشغل الجديد او المبلغ راح يوصلكم من بعد الانتظار اللي انتم تشدتم منتظره هواية عموما على الصعيد المادي دا اشوف اكو اكو تغييرات على صعيد العمل واكو تقدم اكو عندك انتقال من عمل الى عمل اخر دا تفكر بيه صار لك فترة جديد ونفس الوقت دا اشوف اكو على الصعيد المادي مبلغ مادي راح يجيك انت منتظر صار لك فترة فالاوضاع المادية مبدايا ممكن نقول يعني انه تكون مستقرة بهاي الفترة عكس الوضع العاطفي اللي موجود او ضاعك العملية دا اشوفها مستقرة اكثر من الوضع العاطفي على الصعيد الصحي البعض معتكم ممكن يكون دا يعاني من اوجاع بقلبه يعني صار لفترة او نوع من الخنقة تصير عنده دائما خاصة بالليل دا اشوف بالفترة الجاية راح تتخذ قرار انه تراجع الطبيب اه على هذه الالام اللي موجودة واللي صار لها فترة متعبتك دا اشوف اكو تعب عندك جسدي البعض منكم ممكن يكون متخوف من موضوع عملية ومتردد انه هاي العملية هو يسويها او لا دا اشوف انه انت راح تاخذ القرار وراح تسوي عملية وبعد هذي العملية هي عملية صغيرة ان شاء الله متخوف فبعدها دا اشوف عندك استشفاء على الوضع الصحي دا اشوف اكو شفاء لبعض منكم اللي كانوا يمرون بازمات صحية اكو شفاء اكو اخبار حلوة بخصوص الوضع الصحي بالفترة الجاية نيجي نحكي بالتفصيل عن الوضع العاطفي اوضاعك العاطفية هذي الاسبوعين يا برج الثور دا اشوف هاي كلش متعبة ما عندك استقرار عاطفي ما عندك توازم انت قاعد تفتقر الى الثبات بالفترة الحالية البعض منكم مثل ما قلت لكم هاي القرار تكون عكسية ممكن انت اكتشفت طرف ثالث بعلاقتك او ممكن يكون برج الثور نفسه هو العلاقة الثلاثية وهذا اللي انا دا اشوفه انه برج الثور انت بعلاقة ثلاثية صار لك فترة احتمال صار لك شهر انت دا تفكر بهاي العلاقة اللي انت موجود بها العلاقة الثلاثية وتريد بالفترة الحالية تفضها لانت عبت منها دا شوف اكو اسرار راح تنكشف بالفترة الجاية اذا شنت انت صاحب العلاقة الثلاثية فاخذ الحذر ممكن انه الخيانة اللي انت قاعد تقوم بها بالفترة الحالية تنكشف بالفترة الجاية ده أشوف أكو سر راح ينكشف أكو تلاعب راح ينكشف طرف ثالث راح يطلع من العلاقة أكو خروج لطرف ثالث من العلاقة سواء كان أنت صاحب الطرف الثالث تصاحب العلاقة الثلاثية فأكو أحد هاي الأطراف راح تقرر أنه تقطعها لأن ده أشوفك راح تنهي علاقة ثلاثية موجودة بحياتك صار لها فترة شبيرة أو إذا تشنت أنت بداخل يعني الطرف الثاني تعرف أنه عنده علاقة ثلاثية فلا أشوفها بمرحلة الاختيار وهو راح يقرر أنه يوازن بين القرارات يتخذ قراره وينهي طرف من الأطراف وهذا الطرف على الغالب راح يكون أنت يا برج الثور ده أشوف راح تكتشف من خلال المراقبة وكانت عندك مخاوف أوهام بالفترة السابقة بخصوص موضوع العلاقة الثلاثية بس أنت شنت قاعد تكذب على نفسك مثل ما نقول لحد مدى أشوف راح يوصل لك مسج أو أنه أنت راح تعرف شي معين من خلال مراقبتك راح تكشفه تكشف موضوع العلاقة الثلاثية اللي موجودة وراح تقرر أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص لأنه اكتشفت أنه هاي العلاقة ما تسوى الانتظار صار لك فترة طويلة أنت تنتظر من هذا الشخص أنه ياخذ حال أو أنه يقرر منه يختار ممكن يكون أنه يرسم العلاقة بس هذا الشخص عنده طاقة تلاعب عالية طاقة نارية ممكن يكون برج القوس برج الأسد أو برج الحمل لأنه طاقة نارية غالبة وممكن يكون أيضا برج هواي عموما إذا أشوف العلاقة الثلاثية بهاي الأسبوعين راح تنتهي تماما أكو طرف من الأطراف راح يخرج من هاي العلاقة وإذا أشوف أنت راح تقرر أنه تنهيها أو تقطع صلتك بأحد الأشخاص إذا كانت أنت صاحب بالعلاقة الثلاثية أو بشريك نفسه إذا كان الشريك هو اللي قاعد وإذا أشوف عندك انفصال ويا شخص ممكن يكون برج الجدي برج الجدي بالفترة الحالية ده أشوف هذا الشخص اللي من برج الجدي أو طاقة الترابية ممكن يكون عذراء أو ثور مثلك هذا الشخص ده أشوفه عندك ده تحس أنه هو مقيدك شخص متصلط شخص ما يعترف بالغلاط شخص حتى بمشاعر بخيل ما يعبر عن مشاعر الاهتمام ما التقليل بيك بالفترة الحالية هذا الشخص بينك وبينك كانت العلاقة آآ مو صحية أنه بينكم تعلق زائد زيادة عن اللزوم هو دائما يحب يفرص صيقرت عليك هذا الشخص ده أشوف ورقة طلعت لي مقلوبة وأنت عندك طاقة التحرر راح تتحرر من هذه العلاقة المرضية اللي أنت تشنت بيها والطاقة السلبية اللي مسببتها إليك هاي العلاقة ممكن تكتشف الخيانة وبعدها راح تنفصل طبعا القراءة هذي عامة مستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فئة معينة هما القراءة راح توصل لهم وراح يفهموهم فمو الكل من برج الثورة اللي يسمع معينة ومتركزة وورقة العلاقة الثلاثية تقريبا كل الأوراق طلعت عندي موجودة بالقراءة فطاقة برج الثور بهذه الأسبوعين ده أشوفها طاقة الخروج من علاقة ثلاثية متعبة شانت من خليصك تقدر تاخذ قرار ده أشوفك راح تاخذ رست بالفترة الجاية تعيد التفكير تاخذ مساحتك حتى تقرر يعني ده أشوف أكو فترة شهر كاملة أنت راح تاخذها حتى تستشفي بعض منكم هذا السيناريو اللي كان صاير قبل فبالفترة الحالية هو بلش يستشفي من موضوع هاي العلاقة الثلاثية والعلاقة السامة اللي كان موجود بيها لأن الورقة طلعت مخلوبة فأنت وردي متحرر من عندها هاي العلاقة صار لك فترة فاللي ده أشوفه عندك تحرر من هاي العلاقة أكو المخاوف اللي عندك هي مخاوف حقيقية الحدث عندك عالب هاي الفترة ثقب حدثك الأشياء اللي تفكر بيها حاسسات سعين كثارثة مثل ما نقول بالفترة الحالية يعني موجودة صار عندك طاقة العين الثالثة اللي قاعد تشوف الأحداث قاعد تتحس بالأشياء قبل ما تصير صار لك فترة صار لك فترة يعني من خلال الانسحاب اللي مريت بيه الهدوء اللي أخذته ممكن تكون صار لك ثلاث أسابيع انت ما أخذ فترة هدوء وده تفكر بينك وبين نفسك فالحدث عندك كلش عالي غالبا ما العين الثالثة هذي تنفتح من الإنسان يمر بأزمة وينعزل بها عن الناس سواء كانت أزمة عاطفية أو أزمة صحية أو أي أن كانت الأزمات اللي ممكن يمر بها الإنسان بحياته فمن خلال التأمل اللي دائما يسويه والتفكير الزائد الانعزال تنفتح العين الثالثة عنده فالحدث يكون عالي تصير عنده طاقة الروحانيات أنت طاقة الروحانيات عندك عالية بالفترة الحالية عفون ممكن تكون تشنت بعلاقة متعبة وقلت لك كشفت الطرف الثالث اللي موجود كشفت تلاعب هذا الشخص اللي تشنت تتعامل خاصة إذا كانت طاقة نارية أو هوائية لأنه هي اللي مسيطرة على العلاقة وهنا لدى أشوف أيضا برج الجدي موجود عندي وبرج السرطان أيضا ظاهر بفضوح وبرج الأسد مثل ما قلت لكم فأي أن كان البرج اللي أنتو تتعاملون وياه دى أشوف عدكم طاقة التخلص من هاي العلاقة السامة اللي أنتو موجودين بها فأخذوا الحذر إذا كنتوا أنتو أصحاب العلاقة الثلاثية حاولوا أنه تتاخذون القرار بالوقت المناسب لأنه دى أشوف من هنا الأسبوع إذا كنتوا أنتو أصحاب العلاقة الثلاثية راح تكشف العلاقة الثلاثية وشريكم راح ينهي علاقته بكم فإحنا شي نقول نقول يعني بنقدر البلاء قبل وقوع على قولت إخواننا المصريين فأنتو هسا أحسن ما يوقع البلاء ويصر الموضوع اللي دى أشوفه أنه لازم لازم تتخذون قرار واضح قرار صريح وقطعي وبخصوص العلاقة الثلاثية اللي موجودة بحياتكم بالفترة الحالية حتى ما توقعون بأزمة بعدين لأنه دى أشوف أكو أزمة راح تسبب لكم تعب أكو طاقة تعناد أكو شخص عنيد انتم ممكن تكونون يكون هو صاحب العلاقة الثلاثية إذا كان شاريكم برج الجدي برج الثور أو برج العذراء بس أنا أشوفه برج الثور وبرج الجدي هنا يعني طاقة مثل طاقتكم طاقة العناد موجودة فهذا شخص دى أشوفه هو متمسك بيكم رغم الغلط اللي هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا